الركن الأول من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله كيف نؤمن بالله؟ نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة ونؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله ما هي الأدلة على وجود الله؟ الأدلة كثيرة جداً يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة الأول العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع في هذه المخلوقات إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى سنزحها دسب عقل زلوت تعيز خونا زي عبا دسب نزع المزخريين كله فتارمه الله بزيم الترطار يأمن ما الثاني قال أي الحس أمر محسوس ملموس ترى بعينك أو تسمع بأذنك تكون في كرب شدة تقول يا رب يا رب يا رب فرجها تجدها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وإذا بالغيث ينزل هذا دليل محسوس ملموس رأى الصحابة رضو الله عليهم لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء الثالث مبل سالساي الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى قال سالساي مرتعون هذا دماء فطرة إذا أفتها ترانا مالتي حدا سبك فطرة كله فطرة مهلا وزا أمني إذا كله بزفتاري مالتي الرابع الأدلة من الكتاب والسنة وهذه كثيرة جدا مبل رابعي دماء كاب قرآن كاب حديث مرتعوت بتعمل بتعمل بزوحي إذن الإيمان بالله تضمن إيمان بنواع التوحيد الثلاثة والإيمان بوجود الله والله أعلم سلزي إيمان كنا بالكلنا بحادة الله نأمن لنا يتوحيد سلسة عينتات بمئمان حادة ربّمه الله وحادة الله مئمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر